الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أما بعد فدرس اليوم عن أصول العقيدة الإسلامية سنتكلم عن تعريفها وتعدادها وأدلتها وحكم منكرها تعريف أصول العقيدة الإسلامية الأصول هي الأسس والقواعد والأركان وأصول العقيدة الإسلامية هي أسس العقيدة الإسلامية وتسمى أركان الإيمان الستة وهذه الأركان هي الإيمان بالله تعالى الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر خيره وإشهره أدلتها من الكتاب والسنة قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ففي هذه الآية ذكر خمسة أصول الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأما الركن السادس فجاء في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر هذا هو الركن السادس وهو داخل ضمن الإيمان بالله في الركن الأول الوارد في الآية السابقة لأن القدر عائد إلى علم الله تعالى وتقديره للمقادير ومشيئته وقدرته وخلقه وكل ذلك داخل في الإيمان بالله وفي حديث جبريل الطويل في تعليم الدين لما سئل ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حكم منكرها تلكم الستة هي أصول العقيدة الإسلامية التي يجب على كل مكلف أن يؤمن بها على سبيل الإجمال ومن أنكرها أو أنكر بعض منها فإنه يكفر أي يخرج من دائرة الإيمان لقوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا وفي هذا القدر كفاية والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد